تنضم إلينا من غزة أولغا شريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سيدة أولغا بداية يمكن أن تصفي لنا ما هو الوضع في غزة الآن؟ نعم شكرا على استضافاتكم على الموقف في قطاع غزة وصل إلى نطاق كارثي بالفعل لا يوجد بالفعل أماك مكان آمن في غزة للذهاب إلي الأشخاص مرعوبون بسبب عدم موجود أي معيير للسلامة معظم السكان يواجهون مراحل كارثية من الجوع 77% من السكان في الشمال يواجهون البقاعة الفعلية معظم المستشفيات في قطاع غزة لا تعمل بشكل كامل تعمل بشكل جزئي لا يوجد هناك مستشفيات تعمل بالطاقة الكاملة الأشخاص يفتقدون إلى العناصر الأساسية اللازمة حتى تستمر حياتهم بشكل طبيع لا يوجد ماء لا يوجد غذاء لا يوجد مأوى لا يوجد كهرباء لا يوجد أي حاجة أساسية للحياة هناك هناك بالفعل معدلات عالية من سوء التغذية كما ذكرت في التقرير كذلك أيضا هناك بالفعل الأوضاع التي يعيشها الناس فيما يتعلق بمياه الصالحة للشرب لا يوجد مياه الصالحة للشرب هناك معدلات نزوح كبيرة حدثت في قطاع غزة وتسبب وترتب على أثرها العديد من الآثار الكارثية الوضع مأساوي ويزداد سوءا للأسف الشديد في الفترة الأخيرة كانت هناك ضغوط كثيرة على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول كميات أكبر أو أكثر من المساعدات هل بالفعل زادت الكميات؟ فيما يتعلق بعدد كمية المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا توجد لدي تفاصيل فيما يتعلق بعدد الشاحنات التي يسمح لها بالدخول إلى قطاع غزة نحن نرحب أيضا بالتسهيلات التي قدمت لتسهيل دخول مزيد من الشاحات ولكن المعابر ما زالت محدودة نقاط الدخول ما زالت محدودة نحن بحاجة إلى فتح كل معابر الحدودية لسماح بدخول القدر الأكبر من المساعدات أيضا نحن هنا في أمم المتحدة لا استلدينا قدرة على الوصول إلى الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات لذلك هناك في كثير من الأوقات تأخير في دخول المساعدات وهناك تعقيد في المهام التي يقوم بها أو تقوم بها فرق الأمم المتحدة في قطاع غزة في بعض الأحياء اضطرنا إلى الانتظار نحو 24 ساعة لبدء المهام التي أكلنا به هذه الأوضوع لا يمكن قبولها ويجب أن يكون هناك تغيير فوري لهذه الأوضوع يجب أن يسمح لنا بالوصول الكامل إلى قطاع غزة حتى نتمكن من الوصول إلى السكان الذين هم بحاجة ماسة إلى الاحتياجات هذا هو الواقع الفعلي هنا على أرض الواقع في قطاع غزة في ظل هذه الأجواء ما الرسالة التي يمكن أن توجهها من داخل غزة لكل من يتابع عملكم رسالتي بداية هو انهاء هذه الحرب على الفور وتسهيل دخول الشاحنات لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم بحاجة إليها رسالتي الأخرى هو عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية واستهداف المستشفيات يجب وضع وقف فوري لهذه المآسي التي تحدث في قطاع غزة أيضا رسالتي التي أود أن أرسلها نحن نواجه موقفا كارثيا بالفعل هناك أكثر من مليون شخص موجودون في منطقة رفح وإذا ما قامت إسرائيل بهجومها البري فسوف نصل إلى معدلات كارثية غير مسبوقة في عدد القتلى في رفح لذلك فإن حماية الأفراد يجب أن نولي لها أولوية قصوى ولن يمكن أبدا أن نسمح لإسرائيل بالقيام بهذه العمليات البرية وأيضا مساعدتنا وتمكيننا من إيصال المساعدات حتى نعيد الحياة مرة أخرى إلى قطاع غزة في نقطة المستشفات سيدا أولجا إسرائيل حتى الآن تنكر أنها تستهدف مدنيين في المستشفيات ما هي شهادتكم على هذا الوضع داخل المستشفيات وما حدث بها؟ بالفعل هناك الكثير من الأشخاص قتلوا داخل بعض المراكز الصحية في قطاع غزة العدد الحالي الذين قتلوا في هذه المستشفيات هناك حوالي مئات الأشخاص قتلوا في داخل المستشفيات وكما قلت لكم قبل ذلك فإن معظم المستشفيات لا تعمل بشكل كامل تعمل بشكل جزئي الأشخاص يعانون بشكل يومي بسبب عدم وصول المساعدات وبسبب سوء التغذية أيضا لا ينبغي أن ننسى أن هناك الكثير من عمال إغاثة في المجال الصحي قتلوا خلال العمليات أرجو أن تبقي معنا سيدة أولجا سنتابع هذا التقرير من صحيفة الجارديان وكتبت الكتبة إما هارسون تقريرا تحت عنوان مخاوف من أن الهجوم الإيراني قد يشتد جهود المساعدة للقطاع وترى الكتبة أن الهجوم الإيراني ساهم ولو بشكل مؤقت في تحسين العلاقة بين تل أبيب وواشنطن موضحة أن الأزمات في غزة بما في ذلك الحرب والمجاعة تراجعت أولوياتها على قائمة الأجندة الدبلوماسية الدولية مما ترك السكان يعانون من نقص حاد في المساعدات وبحسب الصحيفة فإن الضغوط الدولية على إسرائيل لزيادة المساعدات ووقف الحرب قد خفت مع تحول التركيز العالمي إلى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن المساعدات التي تصل إلى غزة غير كافية ولا تعالج الأزمة وذكرت الصحيفة أن واشنطن مشتت للغاية وبالكاد تتابع شحنات المساعدات لغزة التي زعمت أنها تمثل أولوية مضيفة أن هناك مخاوف من أن إسرائيل قد تستغل ذلك وتشتاح مدينة رفع جنوب القطاع بريا ما قد يزيد من الوضع سوءا نعود إلى غزة مع السيدة أولجة شريفك المتحدثة باسم المكتب الأمم المتحدة بشؤون الإنسانية سيدة أولجة هل من تفاصيل حول وضع الأطفال في هذه اللحظة في غزة؟ نعم بالفعل فيما يتعلق بالأطفال مرة أخرى الأطفال والبالغين أيضا يواجهون مستويات كارثية فيما يتعلق بنادام الأمن والغذاء قتل آلاف الأطفال وآلاف آخرون أيضا تعرضوا لكثير من الإصابات الخطرة هناك تقارير تقول أن هناك بالفعل أن هناك 28 طفلا قضوا بسبب سوء التغذية والجفاف وهذه أيضا هذه المعدلات معدلات غير مقبولة وهذه الحوادث غير مقبولة فيما يتعلق بهذه الفئة العمرية من الأطفال هناك آلاف الأطفال تفرقوا عن عوائلهم في قطاع غزة ولا يجدون من يقدم لهم المساعدات اللازمة كذلك أيضا هناك حوالي 600 ألف طفل لا يستطيعون الوصول أو تلقي التعليم منذ ستة أشهر حتى الآن وهناك أيضا حالات من الفزع تنتاب هؤلاء الأطفال وهناك أيضا تقارير تشير إلى انتشار الأمراض النفسية بين الأطفال وهذا كله بسبب الحرب وبسبب دوية المدافع التي تضرب قطاع غزة من وقت إلى آخر كذلك أيضا هناك العديد من الوفيات بين الأطفال بسبب نقص الغذاء والدواء وهناك مستوى كارثية في قطاع غزة لا يمكن لو أحد إنكاره أيضا هناك تقارير تقول بأن هناك أطفال يعانون من البرد أو يعادون من الارتعاش القوي وبسبب الخوف من قصف الطائرات وقصف القنابل وهذا هو وضع الأطفال بشكل عام في قطاع غزة ما العقبات التي أمامكم للاستمرار في عملكم وأداء الواجب المنطب به؟ كما قلت قبل قليل أكبر العقبات التي تواهي هنا هو إنعدام السلام والأمن والوصول إلى المساعدات أيضا كما قلت قبل ذلك نمضي ساعات طويلة كل يوم ننتظر من أجل من أجل استلام الضوء الأخضر للقيام بأعمالنا نحن ننتظر ساعة كثيرة حتى يتم السماح لنا من أجل تقديم المساعدات ولكن هناك دائما تأجيل في تقديم المساعدات لا نستطيع أن نقدم الغذاء والدواء إلى الأشخاص في الوقت المناسب ولا يمكننا الوصول إلى هؤلاء الذين يحتاجون إلى المساعدات بشكل عاجل لذلك فنحن نناشد العالم بأن يتم الضغط على إسرائيل من أجل عدم تأجيل وعرقلة جهود مكتب الإغاثة التابع لأمم المتحدة في قطاع غزة أيضا هناك أيضا العديد من آثار الدمار لحقت بالمقرات الصحية وأيضا بمحطات تحلية المياه وهذا كله زاد من الأمر سوء ويجب معالجته بشكل فوري هناك تهديد منذ فترة من الجانب الإسرائيلي باشتياح رفح ما الذي يمكن أن يحدث على الجانب الإنساني إذا أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة؟ بالفعل نحن في موقف لا نحصد عليه هناك عداد كبيرة من الأشخاص يعيشون في رفح وغزة كما تشاهدون تم تدمير أجزاء كبيرة منها وهناك كثير من الأشخاص انتقلوا إلى منطقة رفح في منطقة صغيرة في منطقة رفح وخلقت ظروفا كارثية وظروفا غير وأوضاعا غير إنسانية ولكن تخيل الآن إذا ما قامت إسرائيل بالهجوم على منطقة رفح فهناك مخاوف شديدة بسبب سلامة المدنيين لأن هذه العمليات سوف تكون في منطقة محددة وسوف تؤثر على أكثر من مليون شخص يقيمون حاليا في هذه المنطقة وهم بالفعل لا يستطيعون الوصول إلى الغذاء أو الدواء وهناك أوضاع كارثية إنسانية في قطاع غزة لا يمكن أحد إنكارها فماذا سوف يكون الحال عندما تقوم إسرائيل بشن هجماتها في منطقة رفح في قطاع غزة هناك الأشخاص يسألون ماذا عسنا أن نفعل إذا قامت إسرائيل بالهجوم علينا لا يوجد مكان آمن للانتقال إليه لذلك فأيضا فهم يقولون أن الأشخاص دائما نسمع أنهم يقولون أنه لا يوجد مكان آمن في غزة فماذا عسنا أن نفعل عندما تقوم إسرائيل بذلك سيد أولغا نعلم أنه سقط عدد من الضحايا من من كانوا يعملون في المجال الإنساني ولكن هل لأنكم تتبعون الأمم المتحدة هل لكم وضع خاص؟ هل لك أن تويد السؤال مرة أخرى؟ هل تتعاملون أو يتعامل معكم الجانب الإسرائيلي بأنكم تتبعون الأمم المتحدة فلكم وضع خاص من حيث الحماية والتحرك؟ إن المدنيين وعمال الغاثة والعملين فيما قال الصحة يتم حمايتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وكذلك أيضا هناك التزامات من الأطراف التي يجب تنفيذها وهي أنه اتخاذ جميع الاحتياطات حتى لا يتم استهداف المدنيين وعمال الغاثة والعملين في المجال الصحي أو أي شخص يحاول تقديم المساعدات للفلسطينيين داخل قطاع غزة لذلك فإن جميع عمال الغاثة هم محميون بموجب القانون الدولي وأي هجوم ضد العمال الغاثة هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي هناك مناطق مثل الشمال يصعب الوصول إليها كيف تتعاملون وهل يمكن لكم الوصول إلى مناطق شمال القطاع؟ الوصول إلى الشمال أمر بالغ صعوبة خلال شهر مارس فقط سمح لمهمة واحدة فقط بالدخول إلى المنطقة الشمالية في قطاع غزة لذلك فإن الوصول إلى المنطقة الشمالية محدود للغاية وكما قلت لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة ولكن عندما في المناطق التي تشهل أعمالا عدائية لا يمكن السماح للموظفي الغاثة بالذهاب إليها لذلك فدائما ما يكون هناك تأجيلات في دخول المهمات إلى المنطقة الشمالية بسبب وجود أعمال عدائية على الأرض لأن ذلك سوف يعرض حياة عمال إغاثة للخطر بالتأكيد تأتي إليكم تقارير عن المناطق الأكثر تدرورا ما هي المناطق الأكثر تدرورا في قطاع غزة حتى الآن؟ في رأيي معظم قطاع غزة دمرت بشكل كبير مستويات الدمار يدعو للذهول الكبير نحن مذهلون بسبب كميات الدمار الموجودة في قطاع غزة هناك ستين في البيئة من المنازل قد دمرت بشكل جزئي أو بشكل كامل كذلك أيضا الطرق تم تدميرها وهناك أثر كبير على الطرق هو أيضا المراكز الصحية والمأوى والمستشفيات والمدارس كل هذه المرافق تمت إصابتها وتم استهدافها ودمرت بشكل جزئي أو بشكل كامل متى يمكن أن يعلن أن قطاع غزة يعاني من المجاعة الكاملة؟ سوف يتم الإعلان عن ذلك عندما نرى ذلك ولكن في الوقت الحالي هناك الناس يوجهون خطر المجاعة وهذا هو الوضع الراهن ونحن نريد أن نتجنب حدوث المجاعة الكبيرة وذلك من خلال السماح بدخول المساعدات وتمكين الأشخاص من الوصول إلى الماء والغذاء والدواء سيدة أولجا شريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كنت معنا من غزة شكرا لك